صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. فكرة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب اه مبدئين كده عايز اشوف طقطك. انت ممكن تكون في علاقة حاليا مع شخص وده باين جدا يعني. ومبسوط في العلاقة. اه ممكن يكون بتتعامل مع احد برج جوزاء او طور. اه ممكن تكون علاقة زواجة على فكرة. او كان فيه انفصال وبعد ذلك حصل انقطاع ما بينكم انتم الاتنين ورجعته تاني لهذه العلاقة. لكن اه يعني ممكن نقول ان هذا الشخص اه بيحبك قوي ويوفي ليك قوي برغم الانقطاع اللي حصل ما بينكم انتم الاتنين دول. ده يعني لو كان فيه انقطاع فانت حاليا تقطق الفور اف وانت في علاقة الان. وممكن تكون اه روحة الشخص اخر يعني الله اعلم برضو عشان من ايه? ما نكونش يسبقنا الاحداث لكن احنا مع معاك يعني يا برج الحامل هنعرف دلوقتي. طب انا عايز اشوف ام عايز اشوف هنا ام احوالي الحبيب ايه? مشاعره? شايفك ازاي? لو زعلان منك زعلان لي. تعيد لي بقى. طيب اه شايف العلاقة ازاي? نيتو الداخلية ايه? وما يزهروا لك ايه? والشخص ده احواله ايه? في العمل ودي كرتين للعزاب هنجي لهم في اخر قراءة. طيب هو مبدئيا كده اه ممكن تكون انت انفصلت بالفعل عن هذا الشخص ولكن انت الفرق فونز يعني انت ممكن تكون مازلت في العلاقة ولكن آآ آآ يعني آآ هذا الشخص مسلا آآ عايز يمشي مسلا ممكن لان انت كمان العشر صيوف انت اعتقد مازلت في هذه العلاقة مكمل آآ ولكنها زي ما يكون يقول لك هي خربت. هي خربت. بس مش عايزين نقول خربت. هنقول بقى ان ان هذا الشخص بيتعامل معاك بطريقة مسلا جافية مسلا او كده. خلينا شوف برضو عشان من ايه? من 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 ما نظلمش هذا الشخص يعني ولكن مشاعره بيجي افوند آآ يا اما هذا الشخص آآ زعلان منك قوي. او ان هذا الشخص آآ مش متأكد من مشاعرك من ناحيته مسلا. بس هو متضايق منك اوي. هو متضايق من كله اعتقد ان كمان احواله العامة هنا مش كويسة. قاعدة متضايق منك. ده كمان بصة هنا وفي قاعدة مجروح منك اوي. آآ برج الحمل ان كنت تتعامل مع شخص جوزاء فاحنا عمان يزهر لنا هناك جوزاء كتير هو وده له. وكل ما يجي برج هقولي يعني هنا كمان في العقرب وزهر كمان الثور. آآ زهر ايه تاني برضو. زهر يعني نشوفها زهر ايه كمان. طيب آآ هذا الشخص آآ لو بتسأل عن مشاعره. فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خالص صددها. وآآ مركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله آآ وفي المستقبل عموما. آآ ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن. ممكن يكون هو صاحب العشر سيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه. او انك آآ او ان العلاقة دي فيها ملل مثلا. او انكم بتتخانوا كتير او بتتعارقوا كتير مثلا آآ في بنك واختلافات. آآ زه استوري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخذ عشر سيوف واخد كمان تلاتة هنا. آآ ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. آآ بس يراجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مثلا. آآ لكنه مهتم. مهتم ان هو. عالفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة آآ صعوبة نية شوية. يعني بيعمل نفسه مش اخد باله منك. بس هو بيرقبك. وآآ ممكن يكون هذا الشخص. بس عاشوف حاجة واحدة. هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله. انا عايز اعرف نيته. زهرت لي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز يعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي ايه. آآ هو زعلان منك ده الكوين والكنك. زار كده يا برج الحمل. انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك آآ بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغولة عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا آآ ممكن تكوني سيدة اعمال. هو شعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسايب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولوياتك وسايب هو. سايب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيج. اللي عايز يهتمي يهتمش. عايز يهتمي يهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك اه او اطمن عليك كل شوية لأ. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونه في علاقة اه اصلي فورق فوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا لو عرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصص له اصلا. ليه كمان? هو زعلان منك عشان انت مهتم باعمالك. اه هو شايفك كمان كوين اوف كابس. شايفك باقس. وشخص يائس من الحب. ويائس من انت مسك كوبايتك ومش عايز تديه لحد. بص مسك الكوباية وحالس بالله ما هتدي لحد الكوباية دي. او مسك الكوباية ومش عايز تسيبها. اه مش عايز تديها له. يعني انت مسك كوبايتك بص ومش عايز تدي له كوباية. وهو بيقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية. طب نبدل الكوبايات. يعني انا تديك كوبايتي وانت تديني ايه? كبايتك? انت تقول له لا يا عم انا اديت كبايت لحد قبلك خدها وطار. وصعدت الورق عمال يعمل مني. ازا هل يا برج الحمل ان انت مجروح قوي? مش منه. آآ ممكن تكون آآ مجروح حموما من علاقات صديقة مسلا. مش بقول لك? لا الورقة كان مقلوك كمان هنا ده الورقة تشعلب مني للأسف. كنت ورقتين بس الكلام تشعلبيني يا رب يكونوا ورقتين آآ تماما. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل. ملل. بتفكر عبال ما تدي له الكوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما يزهر الورقة. عبال ما تفكر يا برج الحمل. انك تسلم الكوباية دي ليه? وتديله على الحصان وتتحرك. بص ده دي واحدة عادة على كرسي. مش رادية تتحرك. عبال ما بقى تجيب الحصان من الاستابل. وده اخد الكوباية. وتروح تقول له اخد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة قدام. يكون الشخص ده تجاوز وعنده دلوقتي رامي وياسين. او البنت دي تجاوزت وعندها تلات ليلة دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن النزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئاب مش لطيف. شايفك ان انت باقدس من الحب عشان كده هو زعلان منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم بقى عمالك عنه. مخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لذلك هو مكرر انه خلاص بقى. دم انت جمان مش مهتم انا جمان مش ههتم. ههتمي بالي حالي. ما انت مش مهتم. وانت لو مهتمة كنت عرفت. فالشخص ده يعني mins برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج الدالو. بص الكرتين دول كمان هو ده كمان بيارمز لبرج الدالو. آآ شخص بقرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. يعني لو كان بيتمي بيك هيوقف. آآ ولكن هو في آآ ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسبة له نجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادل وانت مش عارس تديله الكوباية. مش عارف لي مش عارس تديل الكوباية ان كانت خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكير الداخلي انه عايز يمشي. آآ خلاص بقى هو تعب. هو الزر الشخص ده انا بقول لك انت آآ في علاقة آآ كنت في علاقة صداقة طويلة. دي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شعري لا دي سنة سنتين ثلاثة. وهزا الشخص آآ بدأ ينجذب لي كل فترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكوباية تعطيه وانت قلت له لا يا عم. انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيل يعني. فهو ما شعره آآ او ما آآ بداخله ما بداخله الان انه هو آآ عايز انهي هزي العلاقة. مش عايز ياخد خطوة. يعني خلاص بقى. يعني هو على مشارف النهاية. آآ اللي هيزهره ليك. اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك آآ ممكن ممكن ينزل بوستات عالفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك قطعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش. لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام? هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين آآ خبطتو ببعض. مسلا هو قالك طب انت مش عايزني. قلت له مسلا انت بسيبنا فكر. طب كزا فسبك ومشي. مسلا. او ناع الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض آآ من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهروا ليك هايزهر ان هو محتاجك وعايزك. وهو فعلا محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. هايزهر احتمال يكون هزو الشخص كمان. آآ الشخص ده على فكرة آآ عايز اقول لك على حاجة. انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. آآ كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. آآ الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نول تعلق مرضي. آآ يعني انا احيانا لا 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 احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هذا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش عممني وكده يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? آآ لما انت ما بتبقاش معا حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزنة وكآبة وبقى ماشي كده عم زيت تاية بص مجروحة. وحياته زفت. ومش طاق الناس ومش طاق الشغل ومش طاق حتى يعيش يوم التلاتة. مش طاق اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجد تجورك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه الكوباء لانك خايف من علاقات سابقة مسلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي وتم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مسلا هيعطلك. لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه او عايز ينهي الموضوع بس هو حاسس بخسارة. حاسس بانه هيخسر. كمان يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه هيخسارك هو مش عايز يخسارك. مش عايز يخسارك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما يقول. اه مش عارف يا ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط آآ غريب جدا. هو شايفك ان انت آآ ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. جنيتي خلاص وصلت. ان ما ان كنت مش معايا ومديني ظهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هو خد تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى. ان هذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيد عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله. عشان انا بحب برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تدير كوباقية. لازم اوصل وعرة في برج الحمل مش عايز يدي كوباقية للشخص اللي بحبه. لماذا? بص 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 يا نهار اه برج الحمل اه الورق طار. طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديه كوباقية بس اعتقد ان انت اه مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس اعرف يا انا اعرف. والله اللي انا عارف انت عايز مش عايز يدي كوباقية. اشتركوا في القناة